ما فيه شك ان مصر حرز تقدم كبير جدا في ملف الزراعة وعلى وجه الخصوص قطعت اشهات كبيرة جدا في منظومة زراعة الامح اعتمدنا على اصناف جديدة في زراعة اصناف عالية الانتاجية وده مهم جدا زي اصناف سخة 95 جيزة 171 مصر 3 ومصر 1 واللي بيتم زراعة الاصناف دي والتوسع فيها في المشروعات الزراعية الجديدة الموجودة في الدلتة الجديدة في تشكة في الوادي الجديد كمان في الفرافرة واللي بتؤكد بكل تأكيد ان الدولة شغالة في هذا الملف وهتوفر كميات كبيرة من الميال المستخدمة في رأي هذه الاراضي واللي بيتم الاعتماد عليها في المحاصيل الاستراتيجية زي الامح والدورة وايضا المحاصيل الزيتية يعني ده غير كمان الخير اللي طالع من اراضينا في الوادي والدلتة وحصاد محصول الامح اللي قرب على الانتهاء واللي معظم اهلنا فعلا وردوا الامح للصوامع واللي سجلت وفرة كبيرة جدا وصلت معدلات التوريد لتلاتة مليون طن وفقا لما أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية بارتفاع نسب التوريد المحلي بمواقع الاستلام لتنين مليون وتسعمائة ألف طن حتى الآن من المستهدف المقدر بتلاتة مليون وخمسمائة ألف طن خصوصا بعد مجهزة الدولة ربعمائية وخمسين نقطة استلام وتنوعة ما بين صوامع وهناجر وده الاستعاب الكيميات المستهدفة والموردة بعد رفع الدولة سعر توريد الأردب لألفين جنيه زي ما كنت بتكلم مع حضراتكو ملف الزراع من الملفات اللي الرئيس عم فاتح سيسي أولاء الاهتمام بيها بشكل كبير جدا وده اللي دفع الرئيس يكون حريص على إعادة إحياء مشروع تشكى الزراعي بعد ما سبقوا طالطوا يد الإهمال عشان يكون واحد من أهم المشروعات اللي تم تنفذها في الصعيد كمان مشروع مستقبل مصر واللي بيعتبر واحد من أهم المشروعات الزراعية التنموية المتكملة واللي سهمت بشكل كبير في توفير انتاجية الأمح خلال الفترة اللي فاتت ما فيش شك إن مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية في أغلب المدن والمحافظات سهمت بشكل كبير جدا في وفرة توفير الأمح اللي هو محصول استراتيجي وإحنا كمواطنين بنعتمد عليه اعتماد كبير جدا استخدمنا نظم جديدة ومبتكرة في الزراعة إن شاءنا الصوامع الجديدة إحنا مشينا على خطة ثابتة وقوية عشان نبني ونعمر بلدنا